مئات الغارات والأطنان المتفجرة أسقطت على رؤوس سكان قطاع غزة لليوم الرابع من الحرب هناك لم تسكت انهمار الصواريخ الفلسطينية على ثلثي سكان إسرائيل الذين باتوا في مرماها مفجرة بذلك السؤال الأكبر بين مواطنيها عن ما أحرز من أهداف وعن فعالية العملية حتى الآن أزني أهداف أكترتها وصلنا عليها في كتير من الصواريخ اللي ضغبناه 600 و700 قبل ما تلقوه في محزن أسلحة اللي ضغبناه في قيادات للحماس اللي ضغبناه ومع أسف القيادات موجودات بناية خمس طوابق تحت الأرض بحطوا نسوان وأطفال لدفاع على اللغابين هيك ما بستعمل واحد مع شعبه ورغم حجم الإصابات البشرية القليلة في الجانب الإسرائيلي إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد امتلاك حماس أكثر من 20 ألف صاروخ منها بعيد المدى مخبأة تحت الأرض ولا يمكن القضاء عليها جوا إلا بخيار عملية برية والتي هي أصلا مثار الجدل الأكبر في حكومة نتنياهو إذا كان الهدف الرئيسي هو الوصول إلى معادلة صواريخ صفر فأنا أعتقد أن إسرائيل فشلت في تحقيق ذلك وهذه العملية إذا استمرت على هذا النحو فإن حكومة نتنياهو لن تتمكن من تحقيق أي أهداف عسكرية وربما الاستمرار في هذه العملية والدخول في عملية برية تشكل مغامرة قد يلحق ضررا ويحقق أهدافا معاكسة بل وربما يهدد بقاء نتنياهو في الحكم لفترة أطول من ذلك فما بين حكومة نتنياهو التي تبحث عن إنجاز نوعي لتخرج منتصرة من هذه الحرب وبين رفض الإسرائيليين خيار العملية البرية حسب استطلاعات الرأي يبقى الثابت في المشهد استمرار صافرات الإنذار في إسرائيل ومئات القتلى والجرحى في قطاع غزة لا تبدو الحكومة الإسرائيلية متيقنة من نجاعة خيار البر في مهاجمة قطاع غزة رغم أوامر الاستعداد للجيش بذلك خشية وقوعها بين مطرقة الضغط الشعبي وبقاء مواطنيها لوقت أكثر في الملاجئ وسنديان الغرق في أزقة غزة الضيقة في رسلوت في سكاينيوز عربية جنوب إسرائيل